أن ترحلوا من منازلكم أو نهدمها فوق رؤوسكم هذه فحوى رسالة السلطات الحكومية لأهالي حي الصدر الثاني في الحي العسكري بمحافظة الديوانية الذين تعتبر منطقة سكنهم منطقة تجاوزات 200 بيات هنا بالتجاوز هذا حي الصدر الثاني الحي العسكري بلغونا قبل 9 ايام بتشيلون لو ندعم البيوت على روسكم هاي العالم كلها اللي أولادها شهداء واللي عسكريين واللي موظفين ولا منطين مثل بديل ولا أكو مشروع مثل هو حاججني به مثل يقول هذا المشروع أنت معطله تهديد السلطات لمواطني الحي بهدم منازلهم المتجاوزة بات عبءا كبيرا عليهم يضاف إلى قائمة أعباء كبيرة تفتك باستقرارهم وراحتهم في المنطقة يجونا بلغونا يريدون أن يشعلون خلال 15 يوم نحن ما عدنا أدي مرة مقرمة وعمل وسدنا فرات ولا معين ولا كل شيء هذا التقاعد ما الجيش هاي هي وعايشين الجيش وصارنا 13 سنة هنا محد يوقف علينا ويعيش معظم سكان هذا الحي في بيوت متجاوزة ويخشى هؤلاء أن تشردهم قرارات حكومية جائرة لا ترى في مطالبهم أي وجهة حق هناك أكثر من حل هذا الموضوع قد وضعناه سابقا ألا وهو استقطاع قطع أراضي من قبل الدولة وأدفائها وبالتالي تسليمها إلى هؤلاء بسلف بسيطة من 10 إلى 15 مليون من أحد المصارف وبالتالي يكون هناك حل هذه الأزمة التي أصبحت مستشرية داخل كل محافظات العراق والديوانية بشكل خاص وإلى أن ترى التوجهات والخطط الحكومية التي طال انتظارها النور تبقى هذه العائلات التي تحاصرها مشقات ومتاعب الحياة من كل جانب في العراق ضحايا لفساد حكومي تفش في البلاد